أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك رسالة قوية من آخر الثلاثة افتتاحات رئاسية ارتكزت على المساهمة في تحقيق الأمن القومي عبر توفير عناصر الأمن الغذائي وأكد مدبولي خلال الاجتماع الإسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أن هذه المشروعات أقيمت من خلال شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وخلال الاجتماع قال مدبولي أنه حرص على أن تكون الجلسة الحوارية الموسعة الخاصة بوثيقة السياسة ملكية الدولة على الهواء مباشرة مع نخبة متميزة ومتنوعة من الخبراء والمتخصصين مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الاستماع إلى الأراء المختلفة والرؤى التي تسهم في خروج الوثيقة بالشكل الأمثل